بسم الله الرحمن الرحيم نتابع شروط السواك الشرط الثالث أن يكون السواك من أراك أي أن يكون العود من أراك أو من زيتون أو غير ذلك يعني من شجر زيتون أو شجر عرجون أو نحو ذلك وذكرنا سابقا في المسألة السابقة أنه لا يلزم أن يكون السواك من شجرة بعينها وإنما ذكرنا أن الصواب كما ذكره العلماء واختاره ابن عثيمين رحمه الله أنه متى ما حصلت حصل التطهير للفم وأراد به العبادة فإن ذلك يكون مطهر للفم وتحصل به السنية ويحصل على الأجر أيضا اشترطوا والشرط الرابع قالوا أن لا يتفتت السواك لأنه إذا تفتت لا تحصل به السنية وأيضا نقول في هذا الكلام ما كنا في المسائل السابقة من أن الصحيح أنه إذا حصل الإنقاء وحصلت الطهارة فإنه يحصل بذلك الأجر ويحصل بذلك اتباع السنة الأمر أو الشرط الخامس أن يكون غير ضار فإن كان ضار أو يضر بالفم فإنه يدخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار أن يكون منقيا وهذه ظاهرة لابد أن يزيل متغيرات الفم فإن لم يزيل فلا فائدة منه انتهينا من تعريف السواك وشروطه الآن حكم السواك الحكم أنه مسنون في كل وقت والدليل على ذلك ما ذكرنا سابقا من حديث عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلى وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء لكن في مسألة هل يكره للصائم بعد الزوال أن يستاك أن يستاك سواء كان بعود أراك أو بالفرشاة أو نحو ذلك في المسألة قولان للعلماء القول الأول أنه يكره للصائم بعد الزوال وأستدل بحديث عن علي رضي الله عنه إذا صمتم فاستاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعشي والعشي المراد بها آخر النهار وأيضا قالوا لأن رائحة الفم عند الله أطيب من ريح المسك فلا نزيل هذه الرائحة التي امتدحها الله سبحانه وتعالى والقول الثاني وهو الراجح أنه لا يكره وأنه مسنون ويشرع في جميع الأوقات وكذلك للصائم يشرع له قبل الزوال ويشرع له بعد الزوال لعموم حديث عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم ومرضاة مرضاة للرب فهذه الطهارة مطلوبة حتى بعد الزوال وكذلك الحديث السابق الذي ذكرنا لو لا أنا أشق على أمتي لا أمرتهم بسواك عند كل صلاة وهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال فهذا هو الراجح أنه لا يكره بل هو مشروع للصائم مطلقا ويستند هذا القول الذي اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال لا حديث عامر بن ربيع قال لا أحصي لا أحصي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم تأكيد سنية السواك إذن نتهينا إلى أن السواك سنة وإلى أنه غير مكروه على القول الراجح للصائم بعد الزوال لكن هل هناك أن الحكم يتأكد يكون سنة مؤكدة لأن السنة قسمان سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة السنة المؤكدة هي السنة التي واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها والسنة غير المؤكدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أوقات وتركها أوقات فهنا تأكيد سنية السواك هل هناك أوقات تتأكد فيها أو أحيان تتأكد فيها سنية السواك ويكون السنة مؤكدة للسواك وقتاني الوقت الأول وقت السنية الذي ذكرناه وتقدم والوقت الثاني وقت تأكيد السنية وهذا الوقت هو الوقت الذي تكثر فيه الفضيلة فضيلة السواك يعني يكون في هذا الوقت أكثر فضيلة من غيره في الأوقات ويزداد الحاجة إليه تزداد الحاجة إليه لتغير الفهم الموضع الأول الذي تتأكد فيه السنية سنية السواك عند الصلاة لحديث لولا أنا أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة والموضع الثاني عند الانتباه من النوم لأن القائم من النوم تتغير رائحة فمه ويدل على هذا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه يشوي صفاه بالسواك الموضع الثالث إذا تغير الفم إما بطول السكوت أو بصفرة الأسنان أو غير ذلك فتتأكد سنية السواك في هذا الموضع دليل ذلك حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوي صفاه بالسواك لأنه تغير لأنه تغير الفم بالنوم الموضع الرابع عند الوضوء لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وهل السواك في بداية الوضوء أو في وسطه أو عند المضمضة والاستنشاق أحسن الأقوال في ذلك أن السواك يكون سنيته عند المضمضة لأنه أبلغ في طهارة الفم وفي ذلك خلاف بين العلماء الموضع الخامس عند دخول المنزل إذا دخل الإنسان إلى منزله فيستاك لأنه ربما يقابل أهله أو أحدا في بيته فتكون رائحة فمه عطيرة طيبة لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله فقالت يسلم علينا ويبدأ بالسواك الموضع السادس عند قراءة القرآن فيستحب للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يستاك لأنه يطهر فمه والفم هو الذي تخرج منه آيات القرآن الكريم قال صلى الله عليه وسلم وإن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك والله أعلم ترجمة نانسي قنقر